من خلال بقى تجربتك في المجال السياسي واحنا بنتكلم على انك من وينت هاوي من وينت صغير من وينت عندك 14 سنة وينت اكتشفت في نفسك هذه الميول السياسية ووظفت قدراتك في هذا الاتجاه يعني ايه اللي احنا محتاجينه او هل بتشوف ان المجتمع المصري لسه محتاج يتأهل اكتر على سيرة المعارضة تقبل الاختلاف بدون خلافات يعني تقبل الاختلاف بالشكل ايجابي هزولك احنا كان عندنا ازمة ثقافية بقالها سنين طويلة والحقيقة نسبة الامية عالية ده مش مسؤول عنه الرئيس الحالي الرئيس السيسي بيحاول يحل ازمة التعليم وازمة الثقافة وبيحاول انه يرتقي بالانسان المصري السنين المترقمة اللي فاتت ديت خلت المواطنة عازف عن العمل السياسي والحقيقة احنا اللي بنعمله دلوقتي كاحزاب ان احنا بنحاول نرفع منوعي الناس بهمية العمل السياسي انا لقي تجاوب كبير انا عاوز اقولك في البدرشين عندي اتلاف شباب العائلات واتلاف العائلات ده مجموعة كبار العائلات في البدرشين بيعملوا معانا دلوقتي فعاليات سياسية وبيعملوا معانا لقاءات ثقافية وبنرتقي بالشباب وبنخلي شباب العائلات يفهموا سياسة ويشاركوا ونعدهم للمشاركة في المحليات احنا بنعمل مجهود مضاعف يعني انا مفروض كنائب دوري التشريع والرقابة ورغم ذلك انا بشتغل كسياسي مع النائب ان انا ارفع من وعي الشباب احنا بنلاقي تجاوب منهم وبنلاقي طبعا الناس عزفة بنحاول الناس المتجاوبة دول ينقلوا العدوى للناس اللي عندهم عزوف سياسي المجتمع كله بيتفاعل مع الحالة السياسية طبعا ده بفضل ان الرئيس عفتاح السيسي والقيادة السياسية كانوا دا عميل للشباب الحقيقة احنا ما شفناش التمكين دوت غير فعهد الرئيس السيسي يعني قبل كده بصراحة ما كناش بنشوف نواب محافظين عندهم 28 سنة انا عندي حزم عمر نائب محافظ انا من التنسئية عنده 28 سنة محمد موسى 30 سنة نائب محافظة المنوفية ومعارض ده بس احنا مش عايزين برضو في الاربعينات نضربهم بالنار لا لا يا فاندم لا شباب برضو عندنا يا فاندم نواب عندنا يا فاندم محافظين زي محافظ بنسويف 40 سنة او 41 سنة وكان قبلها نائب محافظ وحاليا بقى محافظ وحقيقتك هتشوف الفترة اللي جاية اكتر واكتر احنا عندنا دولة شابة وطالما احنا دولة شابة رئيسي مدرك ده جدا ومن اول يوم فهو قالك طالما دولة شابة طالما ما جيب الشباب يحكموا ما جيب الشباب في الوزرات ما جيب الشباب محافظين ما ساعدهم ان هم يتدربوا كويس عشان ينفعوا مع الاستعانة طبعا باصحاب الخبرات طبعا وجودهم مهم جدا دول هيكونوا سند للشباب لولا الخبرات الكبيرة طبعا ورفقاء الدستوريين واسادة الجامعة ونوابنا التقالي القبار اللي هم الناس المخلصين احنا مش هنبقى موجودين ده حقيقي احنا يا فندم بص يا فندم الدولة الشابة مش بالعمر الدولة الشابة بفكر الشابات صحيح طبعا رئيسي سيسي مش شاب لكن فكره شاب طبعا وحرقته اسرع من اي شاب ده حقيقي ويصحى من الصبح بدري ويشتغل لحد ما بنلحقوش ربنا يحميه ويقويه فراحة انا شخصيا كلنا مبنوع متفارج كل الحكومة فكر شاب وهتلاقي المحافظين يعني انا عندي محافظة جيزة فوق الستين ولكن يصحى الصبح وينزي لشوف الخدمات ومر على الناس ويعمل اجتماعات وكل بص المسؤولين في الدولة كلهم بيحاولوا ان هم يبزلوا اقصى مجهود وكذلك النواب احنا بقنا في حال التكامل طبعا كنا قبل 2013 في حالة صراع وناس بيحاولوا وقعوا بنا وبين شرطتنا وبين جيشنا ويخربوا البلد احنا النهاردة بقنا حاجة واحد قوات المسلحة دي بيتنا وحمايتنا وبيحموا مصر الشرطة بتحمي مصر الرئيس بيحمي مصر كلها وبيحمي التنوع وبيحترم الاقليات وبيحترم كل وما عندناش في مصر بقى اقليات والكلام الفارغ ده احنا بقنا مسلم مسيحي غني سغير كلنا واحد دخيلة وعملة زي السم اللي كان في العسل كده وكان بيتم للأسف بثها بشكل خبيث جدا عبر وسائل اعلام مختلفة والناس يا حرام برضو ما بتبقاش عارفة تفرق الشعرة دي شعرة معاوية دي اللي بلعبوا عليها طول الوقت في الحقيقة